السلام عليكم سيدات الأستاذ المحترمين السلام عليكم السيدات الأستاذات المحترمات كنا نرحب بكم في هذا الفيديو اللي قد نهضروا فيه إن شاء الله تعالى عن تاريخ صدور نتائج الحركة الانتقالية لهيئة التدريس برسم الموسم الدراسي 2021-2022 إلا كنت فعلا بغيت التعرف على هذا التاريخ ما عليك إلا أنك تتابع هذا الفيديو حتى للنهاية وكنتطلب منكم أنكم تتابعوا معي في هذا اللاشين اليوتيوب وكنتطلب منكم أيضا أنكم تديروا جيم وكننوعدكم إن شاء الله تعالى فور صدور هذا النتائج سيتلقاوها إن شاء الله في هذا اللاشين وممكن تطلعوا على اللوائح اللي سنديرها إن شاء الله تعالى على شكل فيديو السيد أستاذ الأستاذة والأستاذات كنا عارفين بأن كيكون واحد الحلم بأشل الإنسان يقرب ربما الوليديه ربما بش أنه يقرب الكلية بشيتابع الدراسة ديالو ربما بش أنه يحصل الوضعية الإجدماعية ديالو كنتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يوفق الجميع وكل أستاذ وكل أستاذة يعني يمشي البلاسة اللي كيتمنى أنه ينتقل لها بإذن الله تعالى واللي ما توفقش كنت نقول له يعني هدا أمر الله سبحانه وتعالى ما عليك إلا بالصبر والحمد لله أنا مازال العامات المقبلة بش أنك تنتقل بإذن الله إذن كما كتعرفوا السيدات الأساتذة والسيدات الأستاذات أنتوما سريطوا المرحلة الأولى وهي الملأ ديال بطاقة ديال الترشيح والتعبير عن الرغبة في الانتقال ربما تصلتوا بالأصدقاء ديالكم تصلتوا بالزملاء ديالكم باش تعرفوا على المناطق اللي ممكن تمشيوا لها المهمة حدود الآن سألت عندكم هاد النتائج غادي تمشي مباشرة لمديرية الإقليمية هي اللي غادي تفيري فيه هدوك تفيري فيه يعني الوطائق الرسمية اللي كتمشي مع الطلب ديال الحركة الانتقالية ثم تتم المصادقة عليها على مستوى المديرية الإقليمية بعد ذلك هادوك النتائج كتمشي الأكاديمية والأكاديمية بدورها يعني كتزيد تأكد من الوطائق وكتدير المصادقة النهائية طبعا قبل الاطلاع على الوزارة الوصية يعني المسألة يعني هاد المسألة كما كتعرفوك تأخذو واحد الوقت ديال يتراوح ما بين أسبوعين حتى الأربعة أسابيع تقريبا وبحكم يعني السنوات اللي كانت قبل لنك الحركة الانتقالية ما كتفوتش أسبوعين غالبا أسبوعين أو أسبوعين وشي حاجة يعني لا رجعتو لنتائج ديال الحركة الانتقالية اللي كانت مثلا في 2020 2021 أو لا 2020 2019 كتلقوا أن المدة الزمنية اللي كتفصل ما بين يعني الطلب ديال الحركة وما بين صدور النتائج ما كيتجوش هاد المدة غالبا وكما كتعرفو أن هناك علاقة وطيدة ما بين المباراة ديال المتعاقدين ديال أطول الأكاديميات مع صدور هاد النتائج لأن في الليلة فاش كيتم يعني الإعلان الرسمي على مباراة التوظيف لساتيدة أطول الأكاديميات را كيتم مباشرة يعني صدور هاد النتائج دون كتمنى لكم التوفيق إن شاء الله تعالى وكتمنى لكم الله سبحانه وتعالى أنه يوفقكم باش أنكم تبلغوا المراد ويسهل ربي سبحانه وتعالى دونك ما تتنساوش أنكم تتابنا معي في هاد لاشين ديال يوتيوب باش إن شاء الله تعرفوا على النتائج فور صدورها وكتبنا لكم التوفيق إن شاء الله تعالى السلام عليكم